مع تزايد خطر الحرائق في العديد من مناطق الجنوب الغربي من الولايات المتحدة تبحث المدن عن بدائل لعروض الرابع من يوليو حيث استبدلت بعض الأعاب النارية في احتفالية عيد الاستقلال في الرابع من يوليو في الولايات المتحدة بطائرات بدون طيار بسبب مخاوف من اندلاع حريق تستخدم شركة هاير يو اي في برو طائراتها بدون طيار لانتاج عرض ضوئي متزامن حيث طلقت الشركة في العام الماضي عشرات الطلبات ولكن هذا العام تلقت ما يقارب 300 او 400 طلب لعرض الألعاب النارية بطائرات الدرون يمكن ان تستخدم عروض الطائرات بدون طيار ما يزيد عن 1000 طائرة بدون طيار تطير في تشكيل في موقع ثابت وممرمجة لأداء مؤثرات ضوئية ورسوم متحركة وحتى رقصات موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة